موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى سيدنا موسى كلم الله صلى الله عليه وسلم رعايا الأعزاء سكان أمريكا الشمالية تنظر أنكم بقيت تتفهموا العربية بقيت نقول لكم على أنني متأثر جدا جدا وأكثر مما تظنون بهذا الحوار وهذا الكلام اللي اسمته منكم ولي ما تنستغرب شمنه لكن تنستغرب بالعواطف الرقيقة وبالكلمات الدقيقة وبالتعبير المغربي الأصيل للتجهة تجهة بهلنا جازكم الله خيرا لعنا لأنني حييت معكم أوقات وطنية مغربية لن أنساها أبدا عليكم أن تعلموا أنه في كل سنة حوالي أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس عندي واحد صديق يهودي في فرنسا ماشي مغربية اسميته الأستاذ ستيق أفو من القديم الحمد لله أنا ماشي مغربية متأولك أنت أنا أعرف فقلت لهم أنت إحنا في الدين تعناء الاحتفال بالأعياد الدينية كانت مسيحية ولا يهودية هو فرد على كل مسلم فحنا تنعرف أنت تزاد سيدنا عيسى ولكن بغينا نبدأ نسلمه ونصليه كذلك على سيدنا موسى في ليلة ميلاده فقال لي نظرا لكم الشهر اليهودي هو شهر قمري كل سنة تغيير بيومين وثلاث يام السنة الماضيات صدق في فبراير ولكن عادة تكون في أوائل المرس وكلفته أنه يومين وثلاث يام قبل كل سنة يخبرني بكتاريا ومنذ ذلك اليوم هادي دابا فق سبع سنين أو تمام سنين تكتب لي تقول لي يوم ازدياد رسول الله موسى عليه السلام اليوم تعلموا ديالو هو يوم كذا وكذا كنتي علم لو قدر موسيقى موسيقى القلائل لتيصلي على روح سيدنا موسى مية مرة في ديك للا ولم تنصلي على روح سيدنا موسى في ديك للا عليه السلام موسيقى ما كانش يهودي مغربي في العالم بأسره لما توقفش أمام وجهي أنا داك واللي ما تندعي لهش بالخير واللي ما تنطلب لهش الله أنه يرجع لبلاده ويتسرها ويزورها ويستر رحم مع الأحياء ويزور قبور الأموات فعلا أنتم رعاينا عندكم مزايا كبيرة بالنسبة لليهود الآخرين أي واحد يمكنك تسوله تقول له فين باك فين دفون جدك فين كبرتي يقول لك ما نعرش أنتم أعطاكم الله واحد الكرامة غريبة واحد أولا سبقته العرب للمغرب تقولوا بعد المؤرخين على أنه ممكن واش صحيح ولا ماشي صحيح لأنه بعد اليهود في عواضي تبعوا سيدنا موسى لما اخترق البحر الأحمر أنه متبعوه نواحي الشرق أنه واحدين الأخرين خافوا من البحر وجاءوا لهذا الجه من العالم الحمد لله اللي جاءوا والحمد لله اللي استوطنوا عننا فماشي غير ممكن لكم تقولوا أبأنا وإجدادنا موجودين في المغرب وجينوا الركفين مدفونين وفين بل عندكم ميزة وهذه الميزة فريدكم تقوم محترضين لها وهي الميزة وهي الميزة التقافية متاعكم والدينية المعلوم عن الجميع بأن المدرسة المودية المغربية هي أحسن مدرسة المودية في العالم ما لوم احنا الخاخامين عنا قسحين شوية ما ما تيقولوا شي ضغياء هذي دي مربما تيقولوا هذي حاميص الله حرام ولكن لا تيجيوا استفتوهم الرهبان من جميع العالم جميع الخاخامين في العالم اللي تبقى عفوش نقلب دين اليهودي الحقيقي الأصيل لا تيمشوش المحل الأخرى تيجيوا للمغرب بشي بحتوا على دينهم كما أنكم تترجعوا للمغرب بشي بحتوا على تقفتكم وأصالتكم الله سبحانه وتعالى أسأل أن يخلي هذ الصلة بينكم وبين بلادكم دائما وقفة قولوا آمن معنا احنا ويجعلكم كذلك دائما محفوفين بعناية الله وكرمه ويكتر عليكم الرزق دياله والفضل دياله ويجعلكم يتصلوا الرحيم مع أخوانكم المسلمين في المغرب أكتر وأكتر ويكونوا على يقين دائما أننا كما كانوا أسلفنا وجدادنا ويكونوا أولادنا وحفادنا ويكونوا أنتم كأخوانكم المسلمين طرف من اللحمة متعنا ويجبع لنا الحفاظ ومحافظة على حقوقكم وأملكم وحريتكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة